ببعض السباح الخير السباح النور يا حبيب الترند فيه حاجات كتير قوي عاملة ضجة على السوشيال ميديا منها مسلسل بلتو اللي تحول من قيمة الترند القضية شغلت الرأي العام ووصلت للبرلمان بعد ما تسببت في أزمة جماهرية مسلسل بلتو بيحكي يوميات دكتور لسه متخرج جديد استلم تكليفه في وحدة صحية بقرية تابعة لكفر الشيخ يالك تعينك هناك قلت يهد الوقت وحدة صحية ترشق الليف وهناك بيحاول الدكتور يغير مكان شغله وينقل القاهرة المسلسل ده بيحاول الدكتور ياخد موافقة مدير الوحدة الصحية على نقله للقاهرة على اعتبار إنه من سكانها لكن من حظه الوحش مدير الوحدة الصحية يرحل في أول لقاء بينهم فيتورت في تنفيذ قرار تعينه بقفر الشيخ مش يدي عن نافي بفلاحين يا دكتور يعني إسهال مسلسل بلتو من النوع الكوميدي وده خل متابعين السوشيال ميديا كلهم يتكلموا عليه بسبب المواقف الكوميديا اللي فيه بشكل ساخر ده غير إنه بيحتوي على مشاهد طريفة حصلت ضمن الأحداث وعلشان المواقف السخرة اللي تضمنتها كسة المسلسل حصلت أزمة مع الأطباء بعد مشاهدتهم الحلقات الأولى منه لأنهم قرنوا ما بين حال الدكتور عاطف بطل المسلسل اللي هو الفنان الشاب عصام عمر وما بين حالهم لما استلموا التكليف الأطباء قالوا إن الوضع دلوقتي أفضل من زمان لأن دلوقتي تكلفهم في عصر الإنترنت أما زمان فكان وضعهم أسوأ وظروفهم كانت أصعب ومش الأطباء بس اللي زعلوا من المسلسل لأ ده كمان تسبب في حالة غضب كبيرة بين أهالي مدينة مطوبس بكفر الشيخ وبيعتبروا إن الدكتور بطل المسلسل بيتنمر عليهم ورغم تفاعل الجمهور مع الحلقات الأولى من المسلسل اللي سبق عرضه تنويه بأن القصة من وحي خيال الكاتب ولا علاقة لها بالواقع إلا إن أهالي كفر الشيخ اتهم وصناع العمل بإهانتهم والتقليل منهم وكمان هددوا بمقاضتهم مسلسل بلطو بيعملوا الفنان الشاب عصام عمر وبشاركه محمد رمضان ومحمود حافظ ومحمد محمود والفنان عرف عبد الرسول ما هو واضح من تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد المهندس واتعرض منه أربع حلقات على منصة ووتشيد ومن سخرية المواقف اللي في المسلسل النائب البرلماني محمد سعد الصمودي قدم بيان عاجل لرئيس مجلس النواب ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونفين الكلاني وزيرة الثقافة طلب منهم التحرك الفوري والعاجل لمن عرضه النائب قال في بيانه إن العمل ده بيوسي لأهالي مركز متوبس ويهين مهنتي الطب والتمريد ومتاخد عن رواية بلت وفانيلا وتاب وبعد عرض أربع حلقات من المسلسل حصلت حالة غضب كبيرة على صفحات السوشيال ميديا في كفر الشيخ اللي اعتبروا العمل بيحتوي على تنمر منهم وإساءة للمنظومة الصحية حسب ما قالت منشورات الأهالي على الفيسبوك أنا برقبك مهرقبك وبالرغم من كل الضجة دي إلا إن صناع العمل رفضوا التعليق أو التوضيح وده اللي خلى واحد من محامين مركز متوبس تجهيز بلاغ للنائب العام ضد صناع العمل بعد التواصل مع المؤلف أحمد عاطف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة